وأنتم في موقع القيادة الآن تقودون وتحكمون أفغانستان تقودون أربعين مليون نسمة، أربعين مليون مسلم اليوم كيف تشعرون؟ ودول العالم الإسلامي لم تعترف بكم حتى اليوم رغم هذه الكوارث للأسف، هذا أمر مؤسف، نحن لا نعرف لماذا نحن في الحقيقة الشروط التي لا بد من توفرها لكي يكون هناك اعتراف في دولة أو بنظام متوفر تمامًا مجدد في أفغانستان، تعرفون أن هناك بعد 43 سنة جاء نظام هذا النظام يحكم البلد من أقصاه إلى أقصاه وأنه يتحكم في الأمور وأنه لم يكن خلال 40 سنة نظام كهذا وأيضا هناك وفر الأمن والأمان للشعب الذي كان الشعب طالما كان يتمنى هذه اللحظة لأنه يكون هناك الشعب مطمئناً آمناً فالآن الحمد لله هناك هذا أيضاً موجود وإن هناك الشعب وهناك جغرافيا وهناك الحكومة والنظام فلماذا يعدم الإعتراف؟ للأسف هذه مشكلة، للأسف نحن نريد أن نأسف لذلك ونحن نطلب من المجتعة الدولية وكما قلت وأيضاً من الدول الكبرى أن يعترفوا بحق الشعب، أن يعترفوا بحق الناس أن يعترفوا بحق النساء وأن يعترفوا بحق الأطفال الأطفال والنساء شاهدون الفيديوهات التي تخرج أن هؤلاء يتضررون فلماذا هم في الحقيقة يعذبون الأطفال، يقتلون الأطفال للأسف يموتون عن هذا موت تدريجي للنساء والأطفال والمرضى للأسف فنحن نطلب من الجميع على الأقل إذا كانت تكون هناك عندهم مشاكل سياسية وغيرها أن يضعوا هذه المشاكل جانبا وأن يدخلوا إلى كما يقولون بأن هناك لابد أن نفرق بين المسائل القضايا البشرية والإنسانية والقضايا السياسية ولكن لأسف الآن القضايا الإنسانية هي وسيدة للوصول إلى أغراض السياسية ولأسف نحن نرى أن يكون جميع القضايا السياسية وغيرها تكون في خدمة القضايا الإنسانية للإنسان أو الإنسان هذا هو الأساس الجميع ولكن لأسف نحن نرى أن هناك خلافة عكس ما يقال وما نراه في الواقع